أجواء جميلة بتعشها مدينة العالمين سواء كان في الفعاليات الرياضية أو الحفلات المسرحية والعروض المختلفة وكمان الحفلات الموسيقية وزي ما قلنا أبرزها حفلة الهضبة عمر الدياب تفاصيل أكتر هنعرفها مع محمود جميل من الممشى السياحي في العالمين الجديدة اللي هيكلمنا عن أبرز فعاليات اليوم وأبرز الاستعدادات لحفلة الهضبة محمود برحب بيك مساء الخير عليك يا ليلة وعلى كل سادة المشاهدين برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة ويمكن النهاردة طبعا الفعالية الأبرز والأكبر اللي طبعا يعني بدأنا نشوف مدى الإقبال على حفلة الهضبة عمر الدياب في اليو أرينا وعايز أقولك أن تقريبا أصلا الطريق بره زحمة جدا من الإقبال الشديد من الزائرين وطبعا من عشاء الهضبة عمر الدياب على اليو أرينا علشان طبعا حضور الحفلة ففي استعدادات مكثفة هناك وكبيرة جدا علشان طبعا يستقبلوا العدد الكبير ده ويمكن في حفلة زي دي والإقبال الشديد اللي احنا شايفينه نقدر نقول أهمية بقى مكان اليو أرينا في المكان الجديد اللي تم تخصيصه لاستقبال أكبر عدد من الزائرين اللي بيحضروا طبعا الحفلات الفنية المختلفة ويمكن شوفنا الاستعدادات اللي كانت موجودة وحجم الإقبال اللي كان موجود في الحفلات السابقة من حفلة الفنان تامر حسني وجيل التسعينات يعني الحقيقة كان فيه إقبال كبير جدا على منطقة اليو أرينا وتم تجهيز كل الأعمال الخاصة باليو أرينا سواء الستيج أعمال الإضاءة الساوند كل الخاص باليو أرينا تم تجهيزه على أعلى مستوى والحقيقة البارك اللي موجود علشان يستقبل أكبر عدد طبعا من السيارات والمساحة الكبيرة اللي موجودة هناك فطبعا يعني الإقبال متزايد ولسه الناس يعني بتروح ليو أرينا علشان طبعا تحضر حفل الهضب عمر دياب دقايق تقريبا قليلة جدا ويصعد الفنان عمر دياب على الستيج ويبتدي بقى حفلته الجميلة اللي متأكدين أن هي هتكسر الدنيا النهاردة بالحضور الكبير اللي احنا شايفينه أصلا في الشارع ومتجه إلى اليو أرينا لكن هنا كمان فيه الممشى السياحي فيه إقبال شديد من الزائرين على الممشى الاستمتاع بقى بالتمشية الاستمتاع بالخدمات اللي موجودة على الممشى والاستمتاع بمنظر البحر الجميل ومنطقة الأبراج فالحياة كل مكان في مدينة العالمين الجديدة أصبح بيشهد عدد كبير من الزائرين على بعض خضوات من الممشى السياحي النورث سكوير اللي بيشهد برضو عدد كبير من الزائرين اللي بيقبلوا على الخدمات اللي موجودة في النورث سكوير والأجواء الجميلة اللي بتكون موجودة خاصة بالليل مع حالة التقص والأجواء اللي بتبقى جميلة في المنطقة بعد النورث سكوير يمكن أنا مشيلي خطوات اليو أرينا بعدها الممشى السياحي بعدها النورث سكوير كل الأماكن دي فيها عدد كبير من الفعاليات والإقبال الشديد من الزائرين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار بعد النورث سكوير على طول المنطقة الترفيهية اللي النهاردة كان فيها فعالية رياضية مهمة جدا وهي وان تو وان أو واحد ضد واحد ودي فعالية رياضية لأول مرة بتكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة أو في مهرجان العالمين والبطولة دي يعني أسسها أحد الشباب اللي كنا استضفناه معانا في البرنامج قبل كده كابتن فاريس هو يعني مؤسس بطولة وان تو وان والحقيقة فيه مشاركة كبيرة جدا من الشباب من مختلف المحافظات يعني النهاردة شوفنا الناس من القاهرة من اسكندرية من محافظات تانية جايين علشان يشاركوا في البطولة ودي عبارة عن وان تو وان كل حد عنده مهارة بييجي بيكون قدام شخص تاني عنده مهارة وعلى حسب بقى بيبقى فيه لجنة تحكيم أو فيه حكام موجودين طبعا فبيتم احتساب المهارات دي في عدد جزء بسيط من السواني بنتكلم في عشرين ثانية فالحياة كان فيه منافسة كبيرة جدا النهاردة والشباب المشارك أو اللعيبة الحريفة اللي كانوا مشاركين كانوا ممسوطين أنهم موجودين في أجواء مدينة العالمين أولا ممسوطين بوجود بطولة زي دي في مدينة العالمين أو في مهرجان العالمين وطبعا كانوا مستمتعين أنهم بيلعبوا طبعا على الشاطئ الجميل لمدينة العالمين الجديدة وسط الأبراج فالحياة كانوا ممسوطين جدا بتوجدهم في بطولة الوان تو وان وبيؤكدوا كمان أنهم هيجوا ويشاركوا تاني في كل الفعاليات الرياضية اللي موجودة المميز بقى في البطولة النهاردة أنه كان أي حد ينفع أنه هو يجي ويشارك في البطولة ويمكن الشركة المنظمة للملعب الخماسي اللي موجود واللي استضاف عدد كبير من البطولات الرياضية كانت بتعمل طبعا عملية تسويق أو دعاية أن الناس تيجي وتشارك في بطولة الوان تو وان وأي حد حابب أنه هو يشارك يقدر أنه هو ييجي للمنطقة الترفيهية ويشارك طبعا في التحدي الجميل ده وكان فيه المميز كمان النهاردة أنه كان فيه أسر موجودة بتدعم أولادها من الموهبين في كرة القدم فالحقيقة مهرجان العالمين الجديدة خلق فرصة لكل الموهبين في الرياضات المختلفة أنهم يكونوا موجودين يعني إمبارح كنا بنشوف كرة السلة رجال وسيدات التبعة لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة وأدي أيه كمان الشباب مبسوطين أنهم بيشاركوا في المباريات النهائية في مدينة العالمين الجديدة وبيشاركوا ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة فالحقيقة فيه تنوع كبير جداً النهاردة كمان شاهدنا فيه بالنسبة للأنشطة الخاصة بالأطفال بدأت تزيد يوم عن يوم بتزيد الأنشطة الخاصة بالأطفال والحقيقة الأطفال كانوا مستمتعين جداً النهاردة وهما بيلعبوا بعض الألعاب الألعاب المختلفة بصحبة طبعاً الأسر والعائلات اللي موجودة فالحقيقة بقى فيه أنشطة كبيرة جداً في المنطقة الترفيهية سواء للأطفال سواء طبعاً في ملاعب الملاعب الرياضة الخاصة بكرة القدم أو حتى الباسكتبول أو الفوليبول ولسه طبعاً البطولات دي موجودة في المنطقة الترفيهية وبتتلعب على الملاعب اللي تم تخصصها والحقيقة كل الملاعب مجهزة على أتم الاستعداد لاستقبال كل البطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المختلفة فالسما الأبرز فيه مهرجان العالمين إحنا بقى عندنا تنوع في كل مهرجان يعني مهرجان الرياضة إحنا فيه تنوع في مهرجان الرياضة عندنا الباسكتبول عندنا الفوليبول عندنا البادل عندنا الحفلات الفنية أو المهرجان الخاص بالحفلات الفنية عندنا حفلات فنية في اليو أرينا بتشمل كل الفنانين شفنا محمد مونير شفنا الفنانة الكبيرة مجد الرومي قزم الساهر النهاردة عمر دياب كمان المصرح الروماني على المدينة التراثية اللي لازال بيستضيف عدد كبير من الحفلات الفنية اللي بتأتي في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويمكن شفنا آخر الحفلات دي إمبارح فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية اللي كانت موجودة في المدينة التراثية كمان سباء السيارات اللي هيكون معانا كمان بكرة في عدد كبير من المشاركين من الشباب ومن السيارات المختلفة في سباء السيارات فالحقيقة عندنا تنوع كبير جدا موجود في الفعاليات المختلفة لمدينة العالمين الجديدة كمان النهاردة في معرض الأسرة المصرية اللي بيأتي بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والديرسالة مهمة لكل اللي بيعملوا منتجات الهند ميد والطراث المصري ان هم يكونوا موجودين معانا طبعا في مدينة العالمين الجديدة ويعرضوا منتجاتهم للتسويه فالحقيقة معرض مهم جدا موجود في عدد كبير من الأسر المصرية المشاركة بالمنتجات المختلفة وده دعم حقيقة بتقدمه وبتسهله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل الأسر اللي موجودة في المعرض ولكل المنتجين ودعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر الدعم كمان مش بس للمعرض الأسر المصرية اللي موجود لكن الدعم كمان بيروح لكل الشركات المنظمة اللي موجودة في المنطقة الترفيهية سواء في ملعب الخماسي لكرة القدم أو حتى فرق الفنون الشعبية والتراثية والطنورة اللي بتكون موجودة طبعاً ويعني بيبقى فيه حالة كده من البهجة والسعادة من كل الأسر اللي موجودة طبعاً احنا بنستعد خلاص لاستقبال مهرجان نبتة الأسبوع القادم يوم 15 أغسطس والحياة مهرجان نبتة احنا بنشوف التجهيزات اللي بتتم على قدم وصاق الحقيقة بيقولي يعني التجهيزات دي بتقولي أن فيه فعاليات مهمة جداً فيه مهرجان نبتة التجهيزات اللي بتتم بتؤكد عن المسابقات اللي هتكون موجودة لأعمال الترفيه أو الفعاليات الترفيهية اللي هتكون موجودة للأطفال اكتشاف المواهب من الأطفال فالحقيقة يكون عندنا فعاليات كبيرة جداً بالإضافة كمان إلى أن الجزء الخاص بالمسرحيات لازلنا لليوم الثاني على التوالي بتعرض مصرحية السندباد للفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيلي كريم والحياة في حضور وإقبال على المشاهدة المصرحية دي طبعاً لمشاهدة نجم كبير زي النجم كريم عبدالعزيز وطبعاً كل المصرحيات دي بتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية والحقيقة الشركة المتحدة عاملة مجهود جبار في مسألة التعاون مع كل المؤسسات المختلفة لتسليط الضوء على مدينة العالمين الجديدة كأحد أهم الوجهات السياحية كأحدى الوجهات السياحية المهمة في مدينة العالمين الجديدة ودور وطني مهم بتقدمه الشركة المتحدة في دعم المبادرات الوطنية والمشروعات القومية والسياحية الموجودة ويمكن ده اللي تم التأكيد عليه من خلال زيارة وزير السياحة إمبارح بحضور عدد كبير جداً من سفراء الدول الأجنبية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بأن مدينة العالمين الجديدة أصبحت مزار سياحي وجاذبة لكل المستثمرين ولكل السياح ولما كنا بنتكلم معاكم من نارح بنتكلم على أن في 104 جنسية موجودين هنا في مدينة العالمين الجديدة فالحقيقة مهرجان العالمين خلق فرصة ترويجية جميلة جداً ورسالة لكل العالم عن المدينة اللي تحولت من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام ومدينة الواقع اللي أصبح فيها عدد كبير جداً من الزائرين اللي بيجوا يزوروا كافة المناطق وكافة الفعاليات في مدينة العالمين الجديدة الناس النهاردة هتستمتع طبعاً بحفلة الفنان عمر دياب وبالفعاليات الرياضية اللي موجودة الأسبوع طبعاً اللي جاي هيكون عندنا عدد كبير أيضاً من الفعاليات ومن المصرحيات كمان اللي هتكون موجودة فالحقيقة فعاليات ما بتنتهيش أي حد يقدر أن هو ييجي مدينة العالمين الجديدة ويقدر أن هو يستمتع على مدار اليوم بيستمتع صباحاً بالشواطئ الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة يستمتع بالتمشية يستمتع بالمنطقة الترفيهية ودي دعوة طبعاً لكل الناس اللي بتشوفنا ولكل السادة المشاهدين اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة أو اللي لسه هيجي مدينة العالمين تقدروا تروحوا المنطقة الترفيهية هتستمتعوا بكل الفعاليات اللي انتوا محتاجينها سواء فعاليات للأطفال أو الكتزة إيريا هتلاقوها موجودة بكل الألعاب اللي انتوا ممكن يعني تخطر على بالكم أو حابين أن الأطفال يستمتعوا بيها كمان الأطفال بيستمتعوا بفكرة السكيتينج بالعجل اللي موجود فالحقيقة فيه تنوع كبير جدا للاستمتاع من قبل الأطفال والعائلات والأسر اللي موجودة بالإضافة إلى إن الشباب كمان اللي عنده بقى مواهب في كرة القدم اللي عنده كمان الطلاب لازال الطلاب بييجوا من مختلف الجماعات بيشاركوا فيه الفنون التشكيلية بيشاركوا فيه الفنون الرياضية أو الفعاليات الرياضية الموجودة وكنا شفنا بعض التنافسات اللي موجودة من الجماعات في مباريات كرة القدم وشفنا كمان الكرال اللي كان بيقدم من جمعة بنها وكمان رحلات وزارة الشباب والرياضة رحلة اليوم الواحد في الاستمتاع بالشواطئ اللي موجودة وبالفعاليات الرياضية اللي موجودة في المنطقة الشاطئية بالإضافة إلى حضور الحفلات اللي بتكون طبعا موجودة في المصرح الروماني في المدينة التراثية فالحقيقة تنوع كبير جدا فعاليات ما بتنتهيش في مدينة العالمين الجديدة وخلينا أقولك كمان يا ليلة أن كل الناس اللي بنتكلم معها بقوا مبسوطين أن هم ييجوا يشوفوا الجمال اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة وأن فعلا مدينة العالمين هي لكل الفئات يعني لكل الفئات والكل الأعمار مش مقتصرة على فئة معينة بس وده اللي أكدوا مهرجان العالمين الجديدة بإتاحة الفرصة والإمكانيات لكل الفئات أن هي تيجي وتحضر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة فعاليات ما بتنتهيش وطبعا كل وتفاصيل كتيرة ما بتنتهيش بس أكيد هنتباحها معاكم يعني مع حفل طبعا الهضب عمر الدياب وكل الفعاليات اللي هتكون جاية من مهرجان العالمين الجديدة برجع لك مرة تانية في الاستوديو يا ليلة أنا بشكرك يا محمود وبشكرك على الملخص لكل الفعاليات والأنشطة وكمان أن أنت قلت لنا مهرجان نبتة الكتير من الناس مستنيين وعاديين يأخذوا أولادهم ويروحوا العالمين علشان يحضروا فعاليات مهرجان نبتة للأطفال المختلفة بشكرك يا محمود وأكيد هنتابع معاك اللي بيحصل على مدار الحلقة